المسلمين في مصر كلنا يعني كنا فاكرين مشهد بيحصل كل سنة في بكرة أو بعده يعني ان يبقى فيه خيمة خيمة كبيرة في رحاب سيدنا الحسين وان بيقعد في الخيمة دي مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر والقيارات الدينية الإسلامية ويقعدوا يخطبوا خطبة طويلة وتنقل على الهواء مباشرة عشان يقول فيها المفتي وخزى وصوموا لرؤياتي وافتروا لرؤياتي ثم يقول بقى وإن غدا هو المتمم لشهر شعبان أو بعد جد هو المتمم لشهر شعبان وإحنا بقى ايه رمضان بكرة الجو ده وهو بينطلق التلفزيون في أغاني عبد المطلب اللي بيفتكروها كل سنة بس رمضان جاينا وهاتي والتاني الأستاذ أحمد اسمه ده اللي بيقول هاتي فانوسك يا أختي إحسان والحاجات دي تخيل بقى كل ده تلغى كل ده تلغى اسمع الخبر ده ايش في الخبر ده مفتي الجمهورية غدا المتمم لشعبان والجمعة أول أيام رمضان بس كده الله يخرب بيوتكم ربنا يسد نفسكم يعني كل الناس اللي وراء الشاشة تقول أمين ده احنا الناس كانت تستنى اللقطة دي أو المشهد ده وينقل عليهم بشرة عبر التلفزيون على القناة الأولى والتانية ونشوف الإمام الأكبر وقاعد والمفتي وقاعد وعدين يتكلموا وممسل رئيس الجمهورية والحاجات والأشياء ثم أنه غدا هو المتمم لشعبان وأن الجمعة هو غرة رمضان الله يا رمضان والجمعة يا جماعة بص بقيت إيه القصة بقيت إيه نزلت إزاي كده بس كده يعني طب وأنا بس الله يدور عليك وعلى والديك طب ما أستنع حط يا مصطفى المؤتمر ما عملتوش مؤتمر زي ده عشان بس ما يطلعش كلب يطلع إليك يعملوا مؤتمر إزاي في كورونا طب موسيسي عمل مؤتمر طب موسيسي النهاردة عمل المؤتمر اللي قدامك ده طب ليه ما طلعتوش عملتو زي السيسي كده ليه ما أخدتوش خيبة السيسي التقيلة دي هي نفس الخيبة دي وحطتو الناس بالطريقة دي برضو وطلعوا قالوا وإن غدا هو المتمم لشهر شعبان وبعد غد الجمعة رمضان بقى زي ما السيسي عمل واللي هو حلال السيسي الخيم والأعداد دي عشان ما فيش كلب علماني نازي يفتح بق إنه السيسي عاد الأعداد دي بس لو عملنا الأعداد دي عشان شوات مشايخ يقود يقوله إن غدا المتمم لرمضان هيطلع بقى كلاب السكك بتوى العلمانية والنازيين الجدد يطلعوا يقولك الله انت عايز الناس تجمع في خيمة واحدة طب وما دوقتي بتجمعين ايه قاعدين في القصر الرئاسي دلوقتي قاعدين في صدق قاهرة قاعدين فين دلوقتي في الملعب الأولمبي قاعدين في خيمة وهو نفس الأعداد احنا كنا كل اللي عايزينه بس كمسلمين في مصر إن نفس القاعدة تتعمل نفس القاعدة دي بالزبط ويبقى قاعد هنا وانا وانا مش طريق المفتي مش مشكلة بس ده طاقس يا ولاد الجعانين ده طاقس ده طاقس ده طاقس طلعوا الراجل كده يقعد بالحاجات ونفس القاعدة والله ما طالبين غير القاعدة دي والله يخرب بيتك يا سيسي والبيت اللي جاب بيتك ويخرب بيت علمانيينك نفس اقف هنا يا قف يا مصطفى اقف في اللقطة اللونج يا مصطفى نفس القاعدة نفس القاعدة دي كده يقعد السيادة المفتي وسيادة شيخ الأزهر وسيادة وزير الأوقاف وسيادة وكيل وزارة الأوقاف ومدير الشؤون الدينية والمجمع البحوث الإسلامية وكل الفتة دي كله وقد ثبت أن غدا هو المتمم لشهر شعبان وبعدها زيه يا سيد رمضان جاءنا متحافظوا على الحاجات دي وقال لهو حلال للسيس يا جزم وحرام والله العظيم لو عملها المفتي النهاردة كانت طول عكلاب العلمانية وقال لك عكلاب السكة كابت العالمين وقد رمي ردوانه لقال دي كيف يجتمع المفتي وكيف يجلس هكذا لما سيس عملها ما حدش يقدر يفتح بقه بشكل فتح بقه على العدد